اللي حصل إنه فيه مصور فوتوغرافي لبناني عايش في الإمارات هذا الرجل استطاع بشطرته إنه يحصل على تكريم من وكالة ناسة الفضائية العالمية عن صورة دقيقة التقتها لأجرام سماوية واعتمدتها وكالة ناسة العالمية وعرضتها على موقعها الإلكتروني باعتبرها أفضل صورة للأجرام الحقيقة خبر مشرف وفرحني جدا وأنا بحب أهني وأحيي المصور الفوتوغرافي اللبناني وسام أيوب معنا على السكايب أهلا بالأستاذ وسام ألو مساء الخير مدام مادلين شكرا كتير على الاستضافة حبيبي كيفك وشو أخبارك وشو أخبار الإمارات الحمد لله خير هياك بتحكي لبناني لك ايه لك ايه عقول يعني احكي معك وانت لبناني أخذيك يا رب أهلا وسهلا كله تمام الحمد لله والإمارات الحبيبة بألف خير الحمد لله هلأ كل المصريين حيقولوا شوفوا نغوتها اللبناني ممتازة مش هارشيه شفت بقى الصورة اللي حضرتك الحقيقة عرضناها يمكن طبعا انت مش شايف الصورة معنا لكن يهمنا جدا مفضلكوا حطولي صور بدل وشي انا ايه شيلوا وشي حطولي الصور انا فخورة انك التقطت اولا ما هي الأجرام يا فندم يعني عرف شكرا كتير اكيد هي اللي في الأجرام في عنا الجالاكسيز في عنا النابيولاس كمان هلأ الأجرام هي اللي بتجمعهم كلياتهم الجالاكسيز هي المجرات اللي هي بتحتوي على كواكب ونجوم وكتير اشياء بينما السودوم او يعني عم بعطي مثل على الصورة اللي انا اخدتها انا اخدت لسديم اسمه سديم الكريسنت نابيولا هيدا هو انفجار كوني حصل من آلاف سنين وعمل فريز بالسماء وبيضل هاك يعني الناس اللي صورتوا من مئة سنة او من ألف سنة او اليوم تطلع نفس الصورة بس الشي المختلف بصورتي اناي اللي هي الجودة تعيد الصورة والدقة تعيد الصورة اكيد ممكن نعرج على هاي التفاصيل كمان شوي بس هذا هو التعريف السدم والمجرات والاجرام السماوي يعني السؤال يطرح نفسه هل هناك وسائل او معدات استخدمتها فاعطت هذه النتيجة الدقيقة تمام بكل صراحة مدام مادلان استخدمت التليسكوب الشخصي تبعي يمكن شطارتي شوي بالتصوير والدقة تارك تير ما تتواضع ما تتواضع احنا فخورين بهذه النتيجة عربي لبناني يبقى في ناسا طيب السؤال الذي يليه انت عندك مايكروسكوب عادي جايز هلأ بالامارات يعتوك مايكروسكوب عالمي بعد هالنتيجة المشرفة ان شاء الله يا رب والله كل ما كان انه تحسن التليسكوب اكيد النتائج هتكون احسن من هيك بالاف المرات يعني ممكن انه لو عملنا مرصد او هيدا يعني اتأكدي تماما انه النتائج هتكون اكثر واحسن من هيك وادأ من هيك بكتير بالاف المرات طيب الصورة تحتاج الى اضاءة خاصة الى وقت معين الفجر دهر امتى ازاي اوكي المكان انا بحدده الطبيعة هي اللي بتحدد الوقت لانه عبدي ورايا مدام مادلين لازم يعني مشان اصور الاشياء الباهتة جدا يلي هي السدم والجالكسيز المجرات يجب ان مايكون فيه امر بالسماء مشان مايضوي السماء لازم السماء تكون عتمة جدا غلام ده مثل مايكون يعني اذا الامر كان معايا وانا مش عاوز تصور الامر بيبوز لي شغلي بصراحة لازم يكون مافيش اي هوى او ريح طال على انه رجة صغيرة للتلسكوب ممكن تقدي الى انه الصورة ما تطلعش واضحة ماذا بعد يعني بعد هذا السكور العظيم ماذا بعد تنتظر ماذا انتظر ان يعني اتمكن انه صور اشياء اصعب بكتير من اللي انا صورتهم على فكرة يعني مش كل الايتمز او التارجتس اللي موجودين بالسماء نفس الصعوبة صح صح هلأ حاليا عم صور سديم يمكن بالكاد انه مبين واقع تحدي كثير اه الله الله كثير صعب اه الحمد لله يعني مرة تانية ان شاء الله ان شاء الله اني حصديفك ايضا في برنامجي شرفت ونورت لبنان والوطن العربي بهذا الانتصار العظيم شكورانو